يلتقي رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جنوب السودان سيلفاكير غدا السبت خلال زيارته للقاهرة حاليا وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وكان رئيس جنوب السودان قد وصل إلى القاهرة أمس على رأس وفد وزري كبير ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الري إن مصر ستوقع اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية وإقامة المشروعات المشتركة مع دولة جنوب السودان غدا السبت تقضي بتشكيل هيئة مشتركة بين البلدين وأضاف الوزير أن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير في تقوية مسيرة التعاون بين البلدين وتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بينهما في مجال الألمية في زيارته الأولى لمصر منذ انتخاب الرئيس السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان سيلفاكير غدا بالسيسي ومن المنتظر أن يشهد توقع اتفاقيات للتعاون بين القاهرة وجوبة في مجالات الصحة والزراعة والري والتعليم سيلفاكير التقى في أول أيام زيارات للقاهرة برئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي أكد دعم مصر لجنوب السودان في كافة مجالات التنمية كما أبدى وزير الإسكان استعداد القاهرة لنقل خبراتها في مجالات التخطيط العمراني وإنشاء المدن الجديدة مؤكدا قدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ تلك المشروعات بكفاءة عالية التعاون المصري مع جنوب السودان تم تكسيفه خلال الفترة الماضية خاصة في المجال التنموي حيث أقامت مصر أربع محطات كهرباء ووحدتين صحيتين لخدمة شعب جنوب السودان كما تساهم في الجهود الدبلوماسية لحل النزاع المسلح بين الأطراف السياسية في الدولة والتي لم يمر على إنشاؤها سوى ثلاث سنوات مباحثات السيسي وسلفكير من المنتظر أن تكون على رأس أولوياتها قضايا دول حوض النيل وأمن إفريقيا والعلاقات بين جوبا والخرطوم إضافة إلى العلاقات الصينائية بين القاهرة وجوبا موسيقى